اشتركوا في القناة لها شأن الفعاليات والتظاهرات التي تعموا مدنا وعواصم حول العالم تضامنا مع فلسطين ورفضا للعدوان الاسرائيلي على غزة في ظاهرة فريدة تظهر مدى التحولات التي يشهدها الرأي العام العالمي بعد أن تكشفت حقائق جرائم الاحتلال عقب عقود من التعتيم مرسته الحكومات ووسائل العلام ونناقش أيضا التفاعلات في الشارع الاسرائيلي فيما يتعلق بملف الأسرة لدى المقاومة في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الاحتلال سياسة عدم الاكتراث لمصيرهم من خلال الضغط العسكري المستمر في غزة ودفع ذويهم إلى تصعيد التحركات للمطالبة بالذهاب إلى صفقة تبادل فورية إنقاذا لحياتهم وننتقل مباشرة لمتابعة مشاهدين هذه التظاهرات التي تعم عدد من دول العالم هذه المشاهد للتظاهرات في مدينة مالمو في السويد المنددة بالجرام الاسرائيلي على قطاع غزة والتي تطالب بوقف الحرب أيضا شهدت مدن عديدة حول العالم تظاهرات مشابهة لتظاهرة مالمو طبعا نشير إلى أن تل أبيب كذلك والمدن في إسرائيل تشهد تظاهرات مطالبة حكومة بن يمينة تنياهو إلى الذهاب إلى صفقة تبادل فورية مع المقاومة الفلسطينية هذه طبعا رجال الشرطة في مالمو يحاولون منع التظاهرة من التقدم ويهتف المتظاهرون أمام رجال الشرطة بأن هذا عار عليكم هذا عار عليكم لكن كما نشاهد يحاول رجال الشرطة منع التظاهرة في مالمو من التقدم طبعا مشاهدين كنت أذكر أن هناك تظاهرات في تل أبيب كذلك هذه الليلة منددة بتعنت حكومة بن يمينة تنياهو هذه تل أبيب وهذه التظاهرات في تل أبيب ويتخللها بيانات لأهالي الأسرى وبعض المداخلات لذوي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة بن يمينة تنياهو كان قد انقلب على الاتفاق وبعد أن كان قد تم الاقتراب من توقيع اتفاق وقف اطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ومع المقاومة الفلسطينية التي وافقت على ورقة المقترحات التي أرسلها الوسطى لكن بن يمين نتنياهو وفي اللحظة الأخيرة قال سنواصل هذه الحرب طبعا مواصلة بن يمين نتنياهو هذه الحرب والتوجه القوات الإسرائيلية باتجاه السيطرة على معبر رفح ومدينة رفح أدى إلى استنكارات دولية وإدانات دولية كبيرة من الدول ومن المنظمات الأممية المعنية هذه تظاهرة تل أبيب اليوم طبعا الحراك الطلابي في كبريات جامعة العالم لا زال مستمر حتى هذه اللحظة كذلك مشاهدين شاهدة العاصمة الفرنسية باريس مظاهرة مؤيدة للشعب الفلسطيني وتندد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبجرائم الاحتلال كذلك شهدت العاصمة الإسبانية مدريد مساء هذا اليوم تظاهرة كذلك الأمر تطالب بوقف الحرب نتابع هذه المشاهد مشاهدين من مدينة تل أبيب سأتحول إلى مراسلين أبدأ مع ناصر اللحام وما يجري في تل أبيب هذه الليلة مهم للغاية خاصة بعد إعلان أبو عبيدة الناطق الرسمي باسمه كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس عن مقتل أسير إسرائيلي وبسبب القصف المستمر للقوات الإسرائيلية على مناطق في قطاع غزة ناصر نتابع معك ماذا يميز هذه التظاهرة الليلة وفي الظرف السياسي كذلك الذي تمر به إسرائيل في الوقت الرهن تحياتي كمال يميز هذه التظاهرة أن الوقت ينفذ وأنه لا مزيد من التكتيكات وأثبتت الأشهر السبعة الماضية بأنه تحذيرات وتهديدات كماس حقيقية وأنه تصريحات نتنياه وحكومته زائفة وغير حقيقية في التواصل لاتفاق مبادرة قصر الوقت ينفذ فعلا حتى كتاب الأعمدة على وين الصحافة الإسرائيلية تتحدث بكل وضوح بأنه اليوم الذي يذهب لا يعود وإمكانية استردادهم بات أمرا مشكوك فيه مع السلوك الإسرائيلي النتنياهي وكتلة اليمين التي تحكم سيطرتها على نتنياهو وبالتالي على إسرائيل التصريحات الأمريكية لا قيمة لها في إسرائيل في مكتب نتنياهو بالعكس رد على التصريحات الأمريكية بشتاء ضد بايدن وضد الإدارة الأمريكية وكأنه أمريكا تعمل عند حكومة اليمين بالأجر وكان كلام قاسي ضده وطبعا الأسير الذي أعلن عن وفاته ويحمل جنسية بريطانية لاحظنا في لداية الحرب كان كل دولة تقول أن هؤلاء الأسرى الإسرائيليين يحملون جنسية لا يختفر لا يوجد أي دولة تقول أنهم الرعاية لأن الأمور صعبة وفي نفس اللحظة الهجوم الهستيري على شمال قطاع غزة على رفح يعطي قطاع بالتدهور الميداني فقط وريد أن أنوه ناصر إلى أننا بدأنا نشاهد احتكاك بين المتظاهرين ورجال الشرطة في مدينة مالمو في السويد بعد محاولة رجال الشرطة كما يظهر فيها الشاشة إعادة هذه التظاهرة إلى الوراء سنتابع بالصوت والصورة لأنه ناعتمأ بушка سيزعir لأنه سيزع الرئيس سايلي ساجل سيزعر أيضا سليل اشتركوا في القناة 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 والجنرالات اثنين من المعاربات بشكل قوي ثلاث من الدعم الغربي والامريكي لها وأربعة بالتأكيد قدرة نتانياهو على التحكم فيهم واعتبارها بأنه أصبحت هي يعني زاوية للتنفيذ على الغضب الاسرائيلي لكن هذه التظاهرات يسيطر عليها نتانياهو يخيفها يرعبها ووقت ما يشاء ولم تصل بعد إلى مستوى الذي يهدد نتانياهو ويجعل منه يرتجف أمامها أتحول مباشرة إلى جينيف وإلى موسى عاصر متابعة معه التظاهرات وطبعا في حراك طلابي في جامعات جينيف وكذلك التظاهرات التي تخرج في مدن أوروبا موسى لا أسمع الصوت بشكل واضح حول التظاهرات في أوروبا نتابع الآن صور من السويد موسى ونتابع كذلك اليوم كنا نتابع تظاهرات في عدد من المدن الأوروبية سأعود إليك بعد قليل موسى تحول إلى محمد كريم ماذا عن واشنطن محمد يعني في واشنطن يبدو الوضع ربما أكثر هدوءا من باقي الساحات ولكن هذا لا يمنع أن الحراك الطلابي مستمر إلى درجة كبيرة ولكنه الآن بدلا من الاعتصامات التي كانت حاضر وبقوة في مختلف الجامعات الأمريكية وعبر الولايات من الساحل الشرقي إلى الساحل الغاربي تحولت إلى تحركات شبه يومية تجري أمام الجامعات الأمريكية ومنها جامعة جورج واشنطن حيث نتواجد ولكن في المقابل الإجراءات التي تتخذها إدارات هذه الجامعات هي ما تزال مستمر اليوم تم إغلاق فناء جديد داخل حرم جامعة جورج واشنطن وأحد الساحات الأخرى التي كانت مرشحة لأن تكون ساحة للاعتصاب كما تشاهد من خلف كمال وهذا حرم الجامعة تم إغلاقه اليوم بهذه الأسهجة الحديدية كما تم نشر كما تلاحظ عناصر أمنيين متواجدين خلف هذا السياج وبالتالي الجامعة مغلقة بيئة الكامل وهي الآن لا يسمح لأي طالب أو موظف بيئة الدخول إذا لم يقدم ما يثبت هويته عبر تقديم ربما الباجات الخاصة التي تثبت انتمائه للجامعة سوى كان طالبا أو ضمن الهيئة التدريسية أو كان ضمن الهيئة الإدارية أيضا وبالتالي هذه الإجراءات استمرت في مختلف الجامعات الأمريكية وهذا المشهد هو يعكس بطبيعة الحال التحركات كيف أنها أثرت إلى درجة كبيرة في هذه الجامعات الأمر اللافت الآخر الذي يعتقد أنه من المهم الإشارة إليه كما لأن هناك يمكن القول ثمة اختراق إنجاز القول حصل في جامعة جارج واشطن من خلال قبول رئيسة الجامعة عبر الضغط الكبير الذي مورس عليها من الهيئة التدريسية والطلاب وكذلك حتى من اتحاد الطلابي قبولها للجلوس مع منظمي هذه الاعتصامات والاحتجاجات هنا في جامعة جارج واشطن وحصل هذا اللقاء يوم أمس الجمعة استمر لنحو 45 دقيقة بين منظمي الاعتصامات وبين رئيسة الجامعة طبعا هي كانت في البادئ الأمر في بيانها أعربت لربما قبولها لهذا اللقاء لبحث ما وصفته بالخطاب إسلامفوبيا وكذلك معادات السامية ولكن كان الحاضرون من المثلي الطلاب المعتصمين أكدوا على أهمية بحث المطالب الخمس الأساسية وعلى رأسها قطع كل العلاقات الأكاديمية والاقتصادية التي ترتبط جامعة جارج واشطن بالشركات الأمريكية مع إسرائيل أو حتى مع إسرائيل بشكل مباشر وبالتالي هي رفضت في بداية هذا الاجتماع عن تبحث مسألة قطع العلاقات ولكن بعد ما حصل من ملاقشات مستفيدة ما بين الجانبين وافقت على تأليف لجنة تنظر في المساهمات الثثمارية التي تقوم بها جامعة جارج واشطن وهذا يعد خرقا لربما أو اختراقا مهما بالنسبة للطلاب المعتصمين هناك اتفاق على أن يتم أو يُعقد اجتماع آخر ولكن بصورة افتراضية يوم غد الأحد وبالتالي هذا بالمقابل لا يمنع أن الطلاب تراجعوا عن تلك التحركات لأن تأمس كان هناك التحرك ونتوقع خلال الأيام المقبلة أن تستمر هذه التحركات الطلابية كمال وخصوصا فيما يتعلق بمسألة الكشف وشفافية الاستثمارات المالية لجامعة جارج واشطن طبعا رئيسة الجامعة تقول أنه من الصعب لربما القيام بهذه المسألة مباشرة وقطع كل العلاقات الاستثمارية مع الشركات الأمريكية وبالتالي طلبت من الطلاب أن يحددوا لها ما هي الشركات وبالتالي كانت جواب واضحا من الطلاب في هذا الاجتماع الذي بالمناسبة نقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا لها كل الشركات التي تقوم بتصنيع السلاح على جامعة جارج واشطن أن تقطع كل العلاقات المرتبطة معها وبالتالي هم يؤكدون من جديد بأنهم لا يريدون أن تذهب أموالهم في عملية الإبادة الجماعية والقتل التي تمارس بحق الفلسطينيين بشكل يومي كمال طيب نحن نتابع طبعا مدريد الآن مشاهدين على الشاشة بالإضافة إلى مدينة مالمو وكذلك تلابيب هذه مدريد قبل قليل كنا نتابع أيضا بعض المشاركين كانوا يحيون هذه التظاهرة من شرفات المنازل هذه التظاهرة في مدريد طبعا في مدريد ليست الأولى شهدت مدريد عدد من التظاهرات خلال فترة الحرب وهذه التظاهرات تأتي متزامنة في عدد من المدن الأوروبية وارتفعت وتيرة هذه التظاهرات بشكل كبير مع بدء الجيش الإسرائيلي عدوانا عسكريا على مدينة رفح والسيطرة على معبر رفح الذي يؤثر تأثيرا مباشرا في حياة السكان لأن القوات الإسرائيلية منعت دخول المساعدات من المعابر البرية الآن أصبح موسى عاصي جاهزا موسى نتابع مدريد كنا نتابع السويد مدينة مالمو أيضا اليوم العاصمة الفرنسية شهدت تظاهرة مدن ألمانية عديدة تشهد تظاهرات أمستردام كذلك الأمر كيف تتابع موسى هذه التظاهرات المسألة الأساسية في هذه المتابعة أن هذه التظاهرات مستمرة ومتواصلة منذ سبعة أشهر ونحن دخلنا شهر الثامن كما كنت أقول قبل قليل في العدوان الإسرائيلي على غزة ولم تهدأ التظاهرات بل على العكس تماما هي تتوسع من مدن إلى مدن ومن عاصمة إلى عاصمة ودخلت إلى الجامعات إذا أردنا المقارنة كمال مع التظاهرات الاحتجاجية التي حصلت في أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية فنرى ما يلي تظاهرات السطرات الصفر تتذكرها كمال في باريس وفي فرنسا دامت نحو شهرين إلى ثلاثة أجهر ثم تراجعت وانتهت التظاهر التي حصلت بداية العام 23 في فرنسا أيضا من أجل رفع سن التقاعد دامت ثلاثة أجهر ثم تراجعت وانتهت الثورة الزراعية التي تبعناها خلال الشهر الأول من هذا العام دامت أسابيع قليلة وانتهت ولكن ماذا يحصل مع القضية الفلسطينية مع الحرب على غزة هذه التظاهرات كما أقول مستمرة تتوسع وهذه القناعة التي باتت موجودة لدى الرأي العام في أوروبا إن كان على مستوى الشارع أو على مستوى جيل الشباب في الجامعات هذا يفاجئ الكثير يفاجئنا نحن كصحفيين كمتابعين هنا في أوروبا ويفاجئ الحكومات لماذا هذا النفس الطويل هناك قناعة لنا هؤلاء بأننا في مرحلة جديدة بأن ما يجري في فلسطين يجب أن ينتهي ما يجري مع غزة يجب أن ينتهي لم نعد نقف هنا أمام السردية الإسرائيلية التاريخية التي تتحدث عن مظلومية الإسرائيل وأن العرب يريدون رميهم في البحر وما إلى هناك باتنا أماما رواية وسردية معاكسة تماما باتنا أماما السردية التي تقول بأن إسرائيل تعمل على قتل الفلسطينيين تعمل على إنهاء الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولسيما في غزة يستند هؤلاء المتظاهرون والرأي العام في أوروبا إلى التصريحات الإسرائيلية وإلى ما يطبق من هذه التصريحات على أرض الواقع من إجرام وإبادة جماعية لا يوجد هناك أي مجال للشك لدى من يتظاهر اليوم إن كان على مستوى المنظمات التي تنظم هذه التظاهرات أو على مستوى الشباب أو على مستوى من يخرج إلى الشارع لا يوجد هناك أي مجال للشك بأن ما يجري هو إبادة جماعية بالنسبة للفلسطينيين تجري أمام أعين العالم تجري في القرن الواحد والعشرين تجري على وسائل التواصل الاجتماعي الحكومات لا تتحرك وفي نهاية النطاف الشارع يتحرك الرأي العام يتحرك ويتوسع هذه مسألة في غاية الأهمية ولابد أن يكون لها تداعيات أيضا على القرارات الحكومية أو على الأقل أن تتأثر الحكومات بموقف الرأي العام الرأي العام يعني شيء مذهل أن نتابع ما يجري خصوصا في هذه المرحلة في الجامعات الأوروبية شيء لم نعهده من قبل هذا الإصرار لدى الطلاب لدى الأجال الجديدة على فهم القضية الفلسطينية وعلى فهم التاريخ الفلسطيني وتاريخ المعاناة الفلسطينية وما يجري فعلا رغم كل الضغوطات لدى رؤية واضحة رؤية واضحة جدا بأن ما يجري يجب أن يتوقف وينتهي طيب موسى التظاهر التي متابعة الآن في العاصمة الإسبانية مدريد دعت إليها أكثر من ثلاثين جمعية ومنظمة مدنية وحقوقية وشعارها الأساسي والهدف الأساسي لهذه التظاهرة حسب هذه الجمعيات إدانة الإبادة الجمعية والمذبحة الصيونية في غزة نحن أمام موسى تحولات اجتماعية وردود فعل للرأي العام منظمة يعني هناك جمعيات حقوقية وجمعيات أهلية بدأت تتصدى لهذه المهمة هل هذا يرتبط بمدريد أم أن فعلا هذا ينطبق وينسحب على باقي المدن الأوروبية التي تتظاهر بالأمس كنت مع طلاب جامعة جينيف وتحدثنا بهذا الموضوع على مستوى الطلاب كان هناك خليط من الطلاب معروف مدينة جينيف هي مدينة عالمية وفيها الكثير من الجنسيات التي تتلقى التعليم هنا في جينيف إن كان من يعيش هنا أو من يأتي من الخارج كان السؤال أو النقاش مع هؤلاء الطلاب حول جنسيات من يشارك من الطلاب في هذه التظاهرات وفي هذه الاعتصامات كان الرد واضح أن هذه المسألة هي مسألة عالمية هذه مسألة لها أبعاد إنسانية لها أبعاد من العدالة في هذا العالم وليس لها بوعد إن كان الجنسية أو الجنسيات العربية أو دين الدين الإسلامي أو المسلمين أو غير ذلك هي مسألة إنسانية وهي مسألة عالمية على هذا الأساس كمال نرى التظاهرات في مدرين وهي تظاهرات متقدمة وليست مرة أولى التي يخرج بها الناس في مدرين وبالمناسبة أيضا للحكومة الإسبانية مواقف مهمة ومنتقدمة جدا على المواقف التي نلاحظها من قبل الحكومات الأوروبية الأخرى بما يتعلق بالقضية الفلسطينية هناك أيضا التظاهرات التي تحدث في بلجكا بلجكا أيضا الحكومة البلجكية لها أيضا مواقف متقدمة إذا ما أردنا المقارنة بين هذه المواقف والمواقف أخرى في ألمانيا تحديداً هو تشيكيا وهونغاريا هذه الدول المؤيدة بشكل أعمى لإسرائيل إذن هي قضية رأي عام عالمي لا غير محدودة بدولة غير محدودة بمدينة أو بعاصمة أو بلغة أو بجنسية أو بدين هي قضية العدالة هي قضية الإنسانية على هذا الأساس يعني اليوم أو كل يوم تصلني من برلين من ناشطين يخرجون إلى التظاهر في شوارع العاصمة الألمانية فيديوهات تباري أن التظاهرات مستمرة بأكثر من أي مدينة أخرى تجري التظاهرات في برلين علماً أن برلين العاصمة الألمانية هي أكثر المؤيدين لإسرائيل تجاوزت في تعييدها كل ما يحصل بالقبل الولايات المتحدة الأمريكية كان على مستوى التصريحات التي تقول بصراحة بأننا اليوم مع الإسرائيليين لأننا ظلمناهم في التاريخ تصور هذا التفسير المسكين للموقف الألماني ورغم كل الضغطات التي تجري بحق المتظاهرين ملاحقة، مطاردة، اعتقالات، منع التظاهر الدخول أحياناً إلى مكان المؤتمرات التي تعقل فيها ندوات حول فلسطين ووقف هذه الندوات وإلقاء القاعدة على الناشطين رغم كل ذلك تستمر التظاهرات في برلين هذا كل يغطى في الإعلام الغربي وفي الصحافة الغربية؟ طبعاً لا، هذه الفيديوهات التي تصلي من الناشطين في برلين لا نتابعها في الإعلام الغربي أريد أن أعطي مثال أيضاً واضحاً على كيف يتصرف الإعلام الغربي ما حصل أو ما يحصل هنا في سويسرا في الجامعات السويسرية منذ تسعة أيام يعتصم طلاب في جامعة لوزان احتجاجاً على الإبادة الجماعية ويطالبون إدارة الجامعة باتخاذ قرارات واضحة لمنع التعاون بينها وبين الجامعات الإسرائيلية ماذا يغطي الإعلام؟ يغطي الإعلام على سبيل المثال لدي هنا صورة نشرتها أكبر الصحف في اللاطقة باللغة الفرنسية غطت التظاهرة بصورة أظهرت فيها فتاتان محجبتان وفتات من أصول أفريقية ماذا يعني هذا التركيز على هذه الصورة؟ يعني أن من يقوم بالتظاهرات في جينيف أو في لوزان هم الأجانب وليسوا من السويسريين علماً أن من يتوالى على الحديث بأثماء الطلاب وأمام الطلاب لهم من جسيات مختلفة عديدة ومن بينهم الكثير من الطلاب السويسريين ولكن الإعلام يتناول بزاوية محددة من أجل إثارة غضب الناس وإثارة حساسية الناس يغطون على سبيل المثال كما حصل في جامعة لوزان كيف دخلت الميادين وهذا تحدثنا عنه اليوم كيف دخلت الميادين إلى جامعة لوزان ولماذا تغطي الميادين الاعتصامات في جامعة لوزان وهل تسيس الميادين ما يجري في لوزان إذن العلام تحدث بشكل واسع عن هذه المسألة ولم يتحدث عن المطالب الحقيقية للطلاب على هذا الأساس الإعلام في أوروبا إلى جانب الحكومات متحالفان بشكل موضوعي وبشكل مبدئي على أن لا يكون هناك أصوات ترتفع من داخل أوروبا وتكشف بأن هناك بالفعل رائعة مؤيد للفلسطينيين ويرفض الإبادة الجماعية طيب على ذكر الإعلام ناصر اللحام أيضا الإعلام الإسرائيلي كيف يتعامل مع ما يجري في العالم رأينا ردة فعل رسمية إسرائيلية عنيفة على تظاهرات الجامعات في الولايات المتحدة ووصفوهم بأنهم معادون للسامية وبأنهم يدعمون الإرهاب وكل هذا كما قال نتانيا ومن معه لكن على مستوى الإعلام ووسائل الإعلام الإسرائيلية كيف يتعاملون مع ازدياد التظاهرات وتحولات الرأي العام في كل العالم وتحديدا في الدول الغربية مهم جدا أن نقول بأن وسائل الإعلام التلاسكية تراجعت والعالم كله جيل الشباب جيل زرد يشاهد عبر وسائل التواصل الاجتماعي حاولت إسرائيل وأمريكا كما تفضل الزميل موسى حجب البشرية كاملتها لما يحدث في غزة حجب الصورة ومحاصرتها لفظت الصورة بأسرع من الضوء وصلت إلى كل منزل وكل بيت حاولوا محاربة التواصل الاجتماعي فشلوا والآن هم أمواقع جديد الإسرائيليون ينظرون برعب إلى أن الإدارة الأمريكية غير قادرة على حجب الصورة معهم وبدأت تتسلل الصورة إلى كل العالم كانوا سعداء حين كيربي بكى وهو النطب باللسان بيت الأبيض في الأسبوع الأول من الحرب قال التلفزيون الإسرائيلي هذا هو النطب باللسان الإسرائيلي حقيقي هذا هو الذي يمثل لكن اليوم يشتمون لإدارة الأمريكية نتيجة فشل وفدلان ونتيجة أن الصورة هزمتهم وحتى خبر أن ترامب سيفتح حساب على تيك توب قطب ضاجعي وهذا يعني بأن جيل كامل نصف أمريكا على الأقل أو أكثر سوف تتصل بالعالم الخارجي وتشاد الصورة التي لا تريد أمريكا أن تريها للعالم تراجع الأمبراطورية الأمريكية الإعلامية الغربية وتقدم الشباب هذا هو عنوان المرحلة ونفاذ الصورة التظاهرات ترى فيها إسرائيل تهديد وجهدي عبروا أكثر من مرة دفاعهم من النوع الضعيف حتى ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة أردان كان ربما من أسوأ الدبلوماسيين الذين مروا منذ تأسيس الأمم المتحدة سلوك الطائش حردوا استنكافوا صراخوا وتمثيلوا الرديد كل هذا لقى تعليقات كثيرة أنا أرى بأنه أمام هذا الاكتساح الصورة إسرائيل لا تقف عندها فقط وإنما ترى بأنها تخسر القارة الأمريكية وتخسر الجيل القادم وعلنا يكتب الإسرائيليون هؤلاء في المستقبل سيكونوا هم الكوندوس وهم البنتهم وهم البيت الأبيع وبالتالي تحاول إسرائيل أن تعيد عقاربة الساعة إلى الوراء وتتمنى لو أنها لم تشاد في التظاهرات في أمريكا طيب ساستقبل الآن الصحفية والناشطة الإعلامية تطلب معنا من السويد سيرين أيمن تميم آنسة سيرين حياك الله بداية ليست معنا حياك الله ومباشرة اليوم نتحدث عن هذه المطالب في التظاهر التي كنا نتابعها الآن من مالمو حجم المشاركة فيها المنظمين لها وتفاعل الجمهور معها صحيح المظاهرات بدأت منذ اليوم الأول لبداية الإعلان الشويد عن مهرجان اليوروبيجين هو مهرجان تقليدي فني يتم العمل عليه كل سنة لكن في هذه السنة لديه خصوصية كون مشاركة دولة إسرائيل في هذه التظاهرة وفي هذه الفعالية الأمر الذي خلق نوع من الاستفزاز نتيجة الحرب التي شنت على الشعبنا الفلسطيني منذ أكثر من ثمانة أشهر كانت مطالب المتظاهرين واضحة وصريحة كون مقاطعة أو إقصاء الفريق أو المشاركين في هذا المهرجان الأمر الذي هو من ضمن الأمور المسموحة والمعمول بها نتيجة تم إقصاء دولة روسيا على غرار حربها على أوكرانيا فطالبنا بشكل رفديف بأن يكون هناك أيضا استبعاد لدولة إسرائيل من هذا المهرجان وتم رفض هذا المتطلب ورفض هذا الأمر كنوع من طبيعت صورة إسرائيل وأنها دولة حضارية ويمكنها المشاركة في أي مهرجان غنائي المظاهرات استمرت لأكثر من أربعة أيام اليوم كانت مظاهرات جدا كبيرة وجدا ضخمة حضور كبير من مختلف مدن السويد وحضور كبير من مختلف الدول الإسكندنافية أيضا يعني هناك جماهير حضرت من النرويج حضرت من الدانمارك وحضرت من أسكروتلندا ليس فقط الأمر مقتصر على مملكة السويد طيب بالنسبة لجنسيات المشاركين هي يعني من عدد من الدول الأوروبية السويديون بشكل أساسي أيضا رأيهم رأي الشارع رأي الرأي العام هناك كيف يتفاعلون مع هذه النشاطات وهذه التظاهرات التي تخرج تنديدا بالحرب وتأييدا للشعب الفلسطيني في غزة يعني أنا كمراسلة وإعلامية كم غطيت هذه المظاهرة الأمر الصادم والإيجابي بنفس الوقت هو مشاركة كبيرة من السويديين والأوروبيين ومن مختلف الجاليات يعني ليست فقط المشاركة من الجالية العربية والفلسطينية لا مشاركة من عدة جنسيات ومن عدة دول ومن مختلف الأعمار يعني في بداية الحراك الشعبي كان مقتصر على الأشخاص معينين بأعمار معينة كبيرين في العمر لكن ما يميز هذا الحراك هو مشاركة الشباب يعني خاصة من طلاب الجامعات الفئة الشباب من بين أعمار فوق الثلاثين يعني أمر جدا مبهج لأن ليس فقط حراك شعبوي مقتصر على طبقة معينة من الجنهور يعني هناك مشاركة من كافة الأعمار ومن كافة الجنسيات ومن كافة الثقافات هذا دليل على قوة القضية التي يتم طرحها في هذه المظاهرات نعم من مختلف الجنسيات ومن مختلف الطبقات نعم سأستقبل الآن طبعا من بريطانيا أكسفورد الناشط الإعلامي لقمان حكيم وسيرين تبقين معنا طبعا بطبيعة الأحوال سيد لقمان حياك الله ومباشرة من خلالك نريد أن نطلع على حركة الاحتجاجات في بريطانيا كان في مدينة مانشستر اليوم خرجت تظاهرة وأيضا التظاهرات توالت في الأويناء الأخيرة كيف هي وتيرة التظاهر وأيضا المطالب وكيفية تعاطي السلطات معها السلام عليكم أولا وعليك السلام شكرا على الاستضافة قبل الإجابة على السؤال أود التضامن مع الطالبة دانا أبو قمر الحائزة على منحة من جامعة مانشستر وهي في سنتها الأخيرة كان طالبة الحقوق للأسف من يومين الحكومة البريطانية ألغت تأشيرة الفيزا لها تأشيرة الفيزا الطلابية لها بحجة أنها عبرت عن بعض الآراء التي تقبيرها الحكومة البريطانية خطر على الأمن القومي وهذه سجاجة جدا هذه أحدى أدوات كمان لغمان إحدى أدوات الضغط على الطلاب خاصة الطلاب المبتعثين صح صح فهي للأسف متعرض الآن لحالة سيئة ولكن هناك فريق من المحامين قدموا لها استئناف لهذا الحكم وهذا شيء مهم جدا أتمنى أن تنجح أما التعليق تعليقا على سؤالك أستاذ كمان في بريطانيا أنا حضرت وغطيت تقريبا كل التظاهرات التي حصلت في لندن وطبعا غطيت بعض التظاهرات التي حصلت في المدن أخرى حديثة للتحدث عن منشستر أنا كنت في جامعة منشستر كنت في درست الماجستير بها ولكن كما تقدلت الزميلة من السويد الملفت جدا في بريطانيا هو حضور كبير جدا لغير العرب في هذه المظاهرات وهذا أمر أعتقد أنه من أبرز وأهم العوام المؤثرة والدلائل على تغير الرأي العام والذي يمكن البناء عليه للمستقبل وأيضا الذي يمكن البناء عليه إلى حد ما لكي نجازب كثيرا في مستقبل سياسات هذه الدول لأنه بالنهاية إذا كنا فعلا نعيش في دول ديمقراطية بريطانيا أو السويدة وغيرها هذا الصوت يجب يجب وسيكون في البرلمان إن شاء الله كما حصل مع جونج جالوي فكل تظاهرة بعد أخرى نرى ازدياد أكثر في غير المسلمين وغير العرب وهذا أمر مهم جدا وخصوصا من البريطانيين وخصوصا من الجيل الشاب أكاد أجدهم أن أكثر أغلبية الجيل الشاب إذا ذهبت وسألته عن ما يحصل هو مؤيد لفلسطين ولما يحصل في غزة أصلا هناك أحصاء حصل في شهر 12 في ديسمبر وهذا عم تحكي من خمسة أشفر أظهر أن 71% من البريطانيين دعوا لوقف ما هي الأسباب برأيك لقمان لهذا التحول الأسباب أنا أعتبر أن هناك سببين السبب الأول هو فعلا الضمير والوجدان الإنساني أمام هول المشاهد التي تخرج من غزة هذه المشاهد المشينة جدا والإبادة الجماعية وأيضا لأن الغرب الشعب الغربي يحب كثير يتحدث كثيرا عن الانترناشنل اللوي عن قانون الدولي وهذه المنظمات الإنسانية فمن بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية التي تحدثت عن إمكانية حصول الإبادة في غزة ومن بعد كل هذه محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية من بعد كل هذه العوامل أبرزها الضمير الإنساني من المشاهد وهذا سببه مواقع التواصل الاجتماعي لأن كما هو معروف الإعلام الرسمي هنا أو الإعلام التقليدي المرئي والمسموع والمقرؤ حتى هو بنسبة 95% منحاز بشكل شديد جدا ويحجب الصورة ويحجب الصورة كما قال ناصر لحام قبل قليل الصورة نفذت وكذلك زمين لموسى عاصي قال أن الصورة وصلت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي هو ما أحدث هذا التحول ستحول إلى واشنطن إلى محمد كريم شرطة نيويورك تعتقل مشاركين في مظاهرة في بروكلين لإحياء ذكرى نكبة فلسطين والدعوة لوقف الحرب أيضا في تظاهرات في نيويورك محمد كريم ومسألة الاعتقالات في أمريكا أصبحت يعني وطرتها أعلى من بقية الدول الأوروبية على ما يبدو محمد ليس كذلك بالفعل كمال مسألة الاعتقالات أضحب كل تحرك يعني يحصل في مختلف المدن الأمريكية المؤيدة هذه التحركات المؤيدة للقضية الفلسطينية سرعان ما يتعرض الذي يشارك في هذه التظاهرات للاعتقال يعني حتى هنا في واشنطن وليلة أمسكات هناك أيضا تظاهرة احتجاجية لعدد من الطلاب تم اعتقال اثنين منهم أيضا بالإضافة إلى الثلاثين أو أكثر من الثلاثين الذين تم اعتقالهم صباح يوم الاثنين الماضي عندما فك الاعتصام الذي كان يقيمه الطلاب في حرم جامعة جوج واشنطن بالقوة وبالتالي هذه الاعتقالات هي بالفعل أضحت هي سياسة معمول بها وبغطاء سياسي واضح من قبل الإدارة الأمريكية من قبل أعضاء الكونغرس بل على العكس لربما بعض أعضاء الكونغرس يصفون بأن هناك تهاونا من قبل الأجهزة الأمنية في كيفية التعاطي والتعامل مع هذه التحركات الاحتجاجية وبالتالي يوم النكبة وهذه الذكرى الأليمة بدون أدنى شكية كل سنة تكون فيها أو تشهد فيها الولايات المتحدة في عدد من المدن الأمريكية ومنها طبعا بالتأكيد نيويورك تحركات واحتجاجات مؤيدة للشعب الفلسطيني ومنددة أيضا فيما يأتي وخصوصا ونحن نمر في هذه الأيام والعدوان الإسرائيلي ما زال مستمر على غزة وبالتالي بالفعل هناك اعتقالات وصلنا قبل قليل شخصين على الأقل في مدينة بروكلين في نيويورك في هذه الاحتجاجات وبالتالي الاعتقالات نحن نتحدث في غضون فقط أسبوعين كمال أكثر من 2600 طالب ممن تم اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية في عدد من الولايات الأمريكية وهذا رقب كبير حقيقة لم تشهده أو تعحده التظاهرات السابقة حتى أيام التظاهرات التي كنا نغطيها في عقب مقتل جورج فلويد لم تكن هناك حملة الاعتقالات بهذا الحجم الكبير والهائل وبالتالي ورغم كل هذه الاعتقالات ما تزال تمارس هذه الضغوط وليس فقط على الأجهزة الأمنية بأنها لا تتحرك بالشكل الكافي لتمنع هذا الخطاب من أن ينمو ويظهر مجددا أمام الرأي العام الأمريكي بل أن هناك أيضا محاولات لفرض على إدارات الجامعات بفرض مزيد من القيود على الخطاب حتى على الخطاب كمان ليس على التحرك الاحتجاجي المضمون دستوريا وفق المادة الأولى من الدستور الأمريكي بل الخطاب المؤيد للقضية الفلسطينية أضحى اليوم غير محمي في الجامعات الأمريكية وبالتالي حتى يوم أمس المفاوضات التي كانت تعقد بين منظمي الاعتصامات هنا في جورج واشنطن ومن بين رئيسة الجامعة كان الحديث على هذه النقطة بدرجة أساسية وتعد هذه النقطة أولوية بالنسبة اليوم للطلاب في الولايات المتحدة المؤيدين للقضية الفلسطينية بأن هذا الخطاب يجب أن تحمي أو أن يكون محميا من قبل إدارات الجامعات وبالتالي اليوم أي خطاب يؤيد القضية الفلسطينية سرعان ما يتم تشويهه واعتباره بأنه خطابا معاديا للسامية خطابا يزيد من منسوب الكراهية خطابا يعادي اليهود وهذا بطبيعة الحال أمر غير صحيح جدا لأن حتى الاعتقالات التي تفضلت وسألت عنها كمال معظم الذين اعتقلوا هم من الأبناء الجالية اليهودية هنا في الولايات المتحدة هنا تجري عملية اعتقال تجري عملية اعتقال أمامنا محمد الآن تجري عملية اعتقال في السويد أمام عدسات الكاميرا على ما أعتقد لسيدة أو لفتاة مرت الصورة سريعا وفي انتشار كثيف لقوات الشرطة في مكان التظاهر تجري عمليات اعتقال لكن أيضا ما أود أن نتحدث عنه وأتوجه إلى موسى عاصي انطلاقا مما قاله لقمان ضيفنا لقمان حكيم موسى بالإشارة إلى التضامن مع الطالبة دانا أبو قمر التي فقدت عمليات اعتقال تجري لمتظاهرين آخرين في الساحة في هذه الأثناء موسى التضامن مع دانا أبو قمر لأنها فقدت تأشيرة الطالب وستواجه ربما المخالفة قانونية إذا بقيت وبالتالي عليها أن تغادر وهذا يؤثر في مستقبلها لحظنا أنه فيه التكرار لهذه النماذج في عدد من الجامعات كوسيلة الضغط على الطلاب أيضا في المجتمع موسى فيه هناك من يفقدون أعمالهم فيه هناك من يتهموا بمعادات السامية ومعادات اليهود ويتم عملية ضغط واغتيال معنى ويلهم ماذا حول هذه الأساليب ومن يحمي في الدول الغربية من يحمي هذه النماذج من الأشخاص الذين يتعرضون لمثل هذه الضغوط والابتزاز الواضح أننا في خضام معركة كاسر عضم حتى على المستوى التعاطي مع الناشطين في أوروبا الناشطين المتعاو المدعمين للقضية الفلسطينية ما تحدث عنه الأستاذ من لندن حول الطالبة التي حرمت من تشيرة الدخول حصل بشكل واسع حصل مع الطبيب أبو ستة الذي منع من دخول ألمانيا والذي منع من دخول أوروبا لمنة عام بطلب ألمانيا هناك عدد كبير من الأستاذ وهنا أتحدث على المستوى الأوروبي الأستاذ الجامعيين الذين تم توقيف أعمالهم ومحاضراتهم أمام الطلاب وطبعا الحكومات أو إدارة الجامعات تستهدف بشكل خاص الأستاذ أو الطلاب أو الناشطين من أصول عربية للإحاء بأن ما يجري حاليا أو ما يجري في أوروبا هذه التحركات يدفع لها العرب أو من أصول عربية أو يحرض عليها العرب أو من ذوي الأصول العربية يريدون الفصل بين العرب وبين الناشطين الآخرين على اساس أن ما يجري ليس نابعا من تطلعات الشعوب الأوروبية ومن تطلعات الطلاب في أوروبا لنحو العدالة للفلسطينيين إذن هذه المسألة باتت على شكل واسع هناك تهديدات تصل عبر الهواتف للناشطين إن كان في فرنسا أو في منظم الدول الأوروبية تهديدات واضحة تأتي إلى هؤلاء وحرمان من العمل وتهديدات أيضا بإمكانية عدم الحصول على عمل أو حدد تقديم الامتحانات لبعض الطلاب هناك إذا صح التعبير هناك وقاحة في هذه المسألة عندما نلاحظ أيضا أن من يتهم في معادات السامية يرمى هذا الاتهان بشكل سأعود إليك لكن سنتابع بالصوت والصورة ما يجري في مالمو في هذه الأثناء المناسبة على سعال ما يوجد Sahaja سعال سعال شديد وعن سعال نعم شكرا النوع نعم المناسبة المنصر لخط موسى أتابع معك مع ذراق قطعناك لكن كنا نتابع هذه الناشطة وهي تردد هتافات أو بيان بالمتظاهرين نتابع معك موسى كنا نتحدث عن الضغوط نعم كنت أقول كمال بأن هذه الضغوط وهذه الاتهامات الجاهزة التي توجه للدعمين للقضية الفلسطينية وتحديدا في مسألة معادات السامية واضح أن هذا الاتهام باتهما باهتا سقط بالفعل لدى الجمهور الأوروبي لم يعد إذا صح التعبير يتناول هذا الاتهام بجدية أو يخاف منه ما كنا نلاحظه قبل سبعة أشهر وقبل العدوان الإسرائيلي على غزة لم يعد في هذه المرحلة لم يعد موجودا في السابق كنا إذا تحدثنا إذا اتهمنا أو نددنا بإسرائيل نتهم بمعادات السامية اليوم يكتب على الجدران الجامعات والشعارات ترفع والهتفات تردد فلسطين من البحر إلى النهر والفرق بين معادات إسرائيل أو التنديد بإسرائيل وتنديد بالجرام الإسرائيلية ومعادات السامية هناك الكثير من اليهود الذين يشاركون في التظاهرات كان في أوروبا أو في أمريكا أو حتى في سويسرا هناك الكثير من اليهود الذين يشاركون يرون ما يجري بالفعل وهذه علامة فارقة على أن ما يجري في فلسطين ليس كما يحاول الأساس الأوروبيون تحاول الحكومات الأوروبية أورسلا فوندرلين أو غير أورسلا فوندرلين الإحاء به بأن ما يجري هو حرب دينية وأنه هو هجوم على اليهود ويجريدون إنهاء اليهود في هذه المنطقة هذه المسألة باتت واضحة لنا الجزء كبير من الرأي العام الرؤية باتت أوضح بكثير من الصابق وهذه الرواية كما كنت تحدث قبل قليل بالفعل سقطت لنا جزء كبير من الرأي العام في أوروبا طيب سأتحول إلى سيرين من جديد في السويد ونحن نتابع السويد طبعا مشاهدين آنسة سيرين هل هذه الضغوط التي نتحدث عنها لقمان وموسى عاصي هل هذه تخيف تؤثر تجعل البعض يحجم أم أنها لها لها مفهول عكسي يعني تؤدي على العكس إلى زيادة الزخم وإلى زيادة التضامن لنفتفق على أمر يعني بداية عند بداية الحرب على قطاع غزة كان أمامنا تحدي كبير جدا خاصة في مبلغة السويد في ظل الحكومة اليمينية المتشددة التي هي تحكم الآن في السويد التحدي الكبير هو تثبيت الرواية الفلسطينية لأن المجتمع السويدي والرأي العام السويدي كان متبني بشكل كامل للرواية الاحتلال لكن بعد عدة أشهر من الحرب وكمية الدم السائل في قطاع غزة وما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية كان واضح وجلي مدى الظلم الذي يقع على شعبنا الفلسطيني الحراك والمظاهرات هو قوة ضاغطة وقوة شعبية ضاغطة هي تؤثر بشكل مباشر على قرار بالرأي العام لأن هؤلاء المتظاهرين بغالبيتهم منتسبون لأحزاب وهذه الأحزاب هي من تشكل الحكومة حظنا السيء في السويد هي أننا في وقت يحكم الاتجاه اليميني لكن هي فترة مؤقتة نحن على أبواب انتخابات جديدة أصواتنا نحكم كجالية عربية ومسلمة نحن من نقررها لكن لو لا هذا الحراك لو لا هذه المظاهرات ولي لا هذا التضامن لم يصل سعود كل في أسطين طبعا على الشاشة لأن سرين عدرا هذه الدار البيضاء في المغرب هذا اليوم مساء هذا اليوم تظاهر في المغرب العربي في الدار البيضاء طبعا المغرب شهد خلال فترة الحرب العديد من التظاهرات ليس فقط بالدار البيضاء في عدد من المدن في المغرب العربي هذه تظاهرة المغرب مساء هذا اليوم وهذه مشاهد منها سأختم مع ناصر لحام مشاهدين ناصر علم فلسطين في أرجاء الأرض الأربعة يعني من إفريقيا إلى أمريكا اللاتينية إلى شرق آسيا اليوم في تظاهرة في اليابان وقبل كاميون كان هناك أيضا في اليابان إلى إفريقيا إلى آسيا إلى أوروبا وأمريكا القضية أصبحت شبت عن الطوق وأصبحت قضية عالمية ناصر الإسرائيليون غير مدركين لما يجري من تحولات أم أنهم يلاحظونها ويتعاملون معها يدركون لكن حرب الأخيرة أثبتت بأنه باتوا يعتمدون بشكل كلي على الولايات المتحدة الأمريكية أريد أن نضيف لقطة هامة استكمالا لما تفضل برضيوف أيضا تلابين تعتقل المتظاهرين ومنهم أسرى إسرائيليين أطلقت حماس راحهم في الدفع الأولى للتبادل الأسرى اعتقال الأسرى يعني الذين يطلق صراحهم من غزة يعتقلوا في تل أبيب ويعتقل المتظاهرين في تل أبيب نفس المسلوب اثنين العلم الفلسطيني الذي يرفع هو هزيمة أخرى لوزاق الكاريجية الإسرائيلية غير موجودة أصلا هذه المشاهد ناصر الآن من تل أبيب ليه اعتقال متظاهرين كما كنت شير قبل قليل نشاهدها الآن مباشرة على الشاشة نعم نقطة أخيرة يضاف إلى الاعتقال استخدام المياه والمياه العادلة واستخدام الفرسان في الاعتداء على المتظاهرين بشكل قاسي وهذا يدل على أن الاحتلال لا يبقى في الخارج وأنما يعود إلى ذاته مرة أخرى ويستخدم نفس السليب القمع التي استخدمت ضد العرب رويدا رويدا حكومة اليمين تستخدمها ضد اليهود أنفسها ناصر لحام مدير مكتب المياهدين في فلسطين المحتلة من بيت لحم شكرا جزيلا لك موسى عاصي مدير مكتب المياهدين في جينيف أشكرك جزيلا شكر محمد كريم من واشنطن سيرين أيمن تميمة صحفية والنشطة الإعلامية من مالمو السويد والأستاذ لقمان حكيم النشط الإعلامي من بريطانيا أكسفورد شكرا جزيلا لكم جميعا حلقة نقاش اليوم انتهت شكرا للمتابعة إلى اللقاء موسيقى